مرحبا في زمانه طلعت من الحبس من الالفين وخمسة في حبسة الالفين وواحد كانت الموبايلات بأولا طلعت العالم كلها حملة موبايلات هذا عميرن هذا يشرج هذا مدري شغلة كبيرة تمشي وتحكي بعدين طلع الموبايل الحديث طلع الفيسبوك قامت الزورات الربيع العربي الفيسبوك والعميرن يصبح كل العالم حزب سياسي حزب سياسي وورشة عمال يكتبوا على الصفحة تحركت مدري شو كزا مظاهرة الساعة اجتمعوا يا شباب فلان راح لعنتين بس تفتع على الصفحة وبتعود ما بدك شي فضع عملة تشكلت أحزاب سياسية ما حسنة المخابرات شو تضبطة ولا حسنة تضبطة نزل الربيع العربي لماذا نزل؟ مو لأنه جديدة الأزمة الأزمة موجودة من زمان والظرف ثوري من زمان لكن الأداة لم تتوفرها كل اتنين يريدون يشتغلون ما كان فيه طريقة للتواصل والتفاعل الاجتماعي طلعت وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة شو عملت؟ غيرت كثير واليوم واليوم كمانة وسائل التواصل هائلة اليوم بتشوفوا المساحات وبتشوفوا كذا طبعا لا تحكوا على الحيطات الثقافية اللي سببته اللي بتشوفوه اليوم مثلا انه بتعمل فيديو تافه مثلا او شغلي تافه او شخلوعة كذا تنتشر بالملايين بتحكي شيء فكري وكذا طبيعي لانه اللي عم يقرأ اللي عم يفتحها التويتر او الفيس بيعرض له ذاكي بيعرض له الشغلات التافهة ما بيعطيه كمية ليوصل للنوع صعب كثير بدك انت يبقى تسكر هدي المهم مش هون حديثنا حديثنا انه كنا رحنا اجتماع بمساحة على التويتر عملينا يهود متعصبين يعني بامريكا وبإسرائيل يهودي امريكي اسرائيلي ومتعصب جدا فبدو يحكي على السلام مع السعودية والسلام مع الصومان والسلام وقال سوريا ما دخلها لانه سوريا فيها حرب ومدرشوه فنحن مستبعد يا سوريا انتو شوريا كنا والله رأينا انه سوريا هي مفتاح المنطقة اذا في سلام بسوريا في سلام بالمنطقة في حرب بسوريا في حرب بالمنطقة اصلا الحرب بسوريا تختصر صراعات العالم كله مش بس صراعات العرب بينه انه بين ثقافاته وبين التاريخ والحاضر وبين المكونات وصراعات الهوية وصراعات الافكار لا مو بس هيك والصراع الطبقي لا صراعه كمان الاقليمي وايضا الصراع الدولي كله يختصر اليوم بانه ففاتوا على المساحة طبعا وجهتين نظر متعصبتين صار بدهم يعني يحطوا الحق على الشعب الفلسطيني انه الشعب الفلسطيني هو الغلطة وهو العمير تكيب جرائم وهو الارهابي ليش؟ لانه كان ساكن عارضه نسيان انه هايدي الارض مالكه واحد قاعد بألمانيا هم؟ هايدي اخذها من الالفين سنة من الالفين ثلاث تلاف سنة اخذ الملكي اخذ معه سنة تمليك وبنين سنة تمليك اخذوا من رب العالمين يعني انه انا باختتين باخذ ارض الخليل ابراهيم عمل عقد مع رب العالمين انه اختن ولادك قبل ما يمر سبع ايام على ولادتهم مقابل ذلك انت بتملك هايدي الارض اسمال خليل خليل هي الارض عطايا رب العالمين ابراهيم مقابل اختن ولاده مفهوما عن التاريخ وعن الحق التاريقي بالارض يعني مرأ بزمانه جدك بها الارض صارت الو او سكنها جد جدك وطلع منها صارت الو او بزمانه مرأت له شي حضارة هيك كزا كتبوا كلمة صارت الو صارت تطرد الناس اللي ساكنة واللي الاخري فضيعة مبدأ فضيع وعنصرية فضيعة الشعب السوري الحق عليه ليش المعارضة السورية يعني متشرزمة ومحسن تنتصر على الاسد نطبع مع الاسد المجرم عادي يعني كلمة مجرم قتال فقلنا لهم على شغلة الهولوكوست قلنا لهم ان انا بدي طبع مع هتلر مثلا كمان السعودي عم يدافع على التطبيع حلينا مشكلة سوريا كيف حلى مشكلة سوريا طبعا حلى بالنسبة له هو وبالنسبة له مشكلة سوريا كان قلافه هو بشار الاسد صالح ولا بشار الاسد ما عد فيه مشكلة سوريا عرفتو كيه بل كان معناه بالشباب اللي كانوا معناه اللي بدي احكيه انا هم انه الشباب اللي كانوا معناه يعني ما شاء الله يعني اولا قدرة على التعبير ثانيا لغات ثالثا دقة بالعمال واخلاقيات يعني تفوقوا على الفريق الاسرائيلي بشكل هائل ما ركما هنوديكي يعني شو اسمه تقنيات الحوار الايات الحوار اخلاقيات الحوار تنظيم الحوار مش بس الافكار كمان المرجعيات اللي حطوها طريقة عملهم تفوقوا وبالضربة القاضية على الجيل الاسرائيلي اللي فكر حاله انه هو شو يعني قاعد بامريكا وعو مصاري وواصل للتقنيات وتسهيلات ومدرش وكذا فجيلنا نحن الشباب اللي طلعوا بالثورة استطاعوا ان يحققوا انجاز نوعي اليوم عنا فئة من الشباب يعني تعتبر بقمة الشباب في العالم هذا تغير كبير جدا سيحدث تغير كبير جدا وصار فيكم ترتندوا عليهم في كل العالم وفي بناء اي دولة هذا الكادر اللي تشكل اليوم بعد عشر سنين من التشارد والثورة هذا الكادر مهم كتير وحيكون له دور هائل في العالم العربي كله مش بس بس بسوريا وبكرة بتشوفه اللي حيقدم الافكار والنظم والابداعات اللازمة لخلق دول جديدة ومجتمعات جديدة كتير مهم كتير مهم اللي عم يصير وكتير مهم هدا الفئة النوعية انا كنت دائما احسد الاسرائيليين عندهم طعم من الشباب طعم من الشباب متعلم دارس عنده لغات مطلع منظم نفسه موجود بكل العالم فعندهم جيل جيل فضيع يعني هذا الجيل هو اللي عمل اسرائيل يعني اللي خلها تبين بحداسته اليوم صار عندنا جيل مثله وأوسع منه وأزكى وأشطر تفوق عليه تفوق عليه بالشجاعة بالنبالة تفوق عليه بالأخلاق بالقيم بالإنسانية تفوق عليه تفوق عليه حق على الضحية شو هاد ارهاب الشعب السوري ارهابي شعب فلسطيني إرهابي تعلمون تعلمون عن زجولان لماذا الجولان أحسن من بقية المناطق؟ لذلك سيدي موضوع الجولان هذا موضوع بنظم القانون الدولي أو الحرب يعني ما يزبط هناك قانون الدولي وحرب نسيان الجولان مؤقتاً لأنه نسيان لأدس ونسيان حيفا ونسيان إلى آخر لأنه مشغول بمشاكل بس قطعاً عندما بيرجع الشعب السوري لأرضه وبيشتغل قطعاً ما لاحينسا؟ لا لاحينسا القضية الفلسطينية ولا لاحينسا بالتالي يكون دوروا على حال كيف تكونوا تعيشوا مع الناس؟ كيف ستعيشون مع الناس؟ في النهاية أنتوا اللي محاصرة بكل مستعدية كل اللي حواليها لا تفكروا إذا عملتوا تطبيع مع الأنظمة انتهت الحرب وانتهت القضية قضية لا تحل بأذي الطريقة بدون معايير أخلاقية واحدة تطبق على الجميع ومقاييس واحدة تطبق على الجميع لا تحل أي مشكلة إما أن يكون في حرية للجميع وسلام للجميع وأمن للجميع وحقوق للجميع أو فهي الحرب وانتوا شايفين يعني بتقوموا من حرب تعدوا بحرب حتى الآن انتم فكرين حالكم منتصرين بس أنا شايف لا أنا شايف انتم ممنتصرين وما انتصرت نهم أنا بهمني حي يا دول الشباب وما لح سميه لأنه رفقاتي حييهم وحيي جيل كامل اليوم صار عندنا متنور مطلع فهمان عنده تقنيات عالية جدا مطلع على التكنولوجيا مطلع على العلام لغاته ما شاء الله قادر انه هذا الجيل يكون هو طليعة شو طليعة الثقافة العربية والإسلامية القادمة في طليعة هذه الثقافة وحيكون هذا الشعب حيكون حيلعب دور في نهضة العالم العربي والإسلامي في كل المناطق طبعا دي بقيت الدول فيه بس نحن لحجم الهجرة اللي صارت وتوزعها في العالم هو يعطانا ميزة على بقية الشعوب يعني كل ما كان نظام متوحج أكتر كل ما كان الشعب بستفيد أكتر يعني نظام مصري هجر وفيه ناس ما شاء الله عنه نعم يشتغلوا بره بس مش بالكم والعدد اللي موجود فيه السوري ايه هذا الحبيت أحكيه وطمنكم انه فيكن تحطوا تعتمدوا على هذا الجيل بس بده تنظيم بده مؤسسة تنظموا مع ظالم بإسرائيل في عندهم الرابطة اليهودية ويسمونه الوكالة اليهودية هاي دي اليهود بالعالم كله عندهم جامعة وفيه جهاز الموساد اللي بيشتغل بخبرات خارجية كمان بينسقوا معهم فالجهاز الموساد مع اليهود في الجمعية اليهودية بالخارج عم يشتغلوا مع بعضهم بينسقوا عملهم أما نحن معنا بس عملوا هاي عملوا شي ينسقوا لا يشتغلوا مثل مثل الإخوان الإخوان بيعملوا شي دكاكين ما بيفكروا بالمستوى الكبير ويروحوا بيجاملوا الدول ويجاملوا الآخرة فشباب الثورة يعملوا شي عربي إسلامي سوري يعملوا ينسقوا عملهم مع بعضهم بعيدا عن اديولوجيات التطرف مهم كتير واحد يحافظ على هويتوس ما يكون مضطرف ولا متعصد ما نك أحسن من حدا ولا نك شعب الله المختار ولا شي كله نفسه خطاءة وما حفي ثقافي أحسن من التاني هذا هو تحية تحية للشباب الجيل الجديد الواعد اللي إن شاء الله على يده رح تكون الأمور المختلفة يتبع اشتركوا في القناة